موسيقى موسيقى أرحب بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج سكورشيت اليوم سيكون في ضيافتنا لاعب نادي خيطان السابق أو لاعب الجيل الذهبي نادي خيطان الرياضي كابتن حمدان العجمي حيك الله كابتن حمدان الله يبقيك مسلم وتشرفنا في تواجدك معنا وقد يكون هذا ظهورك الأول يمكن على شاشة التلفزيون نعم طالعا اليوم بتنسى مسألة لاعب نادي خيطان اليوم أنت بتكون المدرب للتشكيلة المثالية لدوري روشن السعودي أسألك عن الرسم التكتيكي اللي راح تختاره لهذا الفريق الرسم التكتيكي راح يكون 4-3-3 اسمعنا الأربعة ثلاثة ثلاثة تعمين الدفاع وتكون فيها هجوم أكثر يعني مو هي خطة هجومية لكن فيها توازن فيها توازن نعم نشوف على الشاشة أيضا التشكيلة 4-3-3 ونبدأ من مركز حراسة المرمى واللي دايما ننسى نقوله في التشكيلة فراح نقول 1-4-3-3 حراسة المرمى البرازيلي فيكتور مندي حارس مرمى الأهلي قروهي حارس الاتحاد ياسين بونو من الهلال محمد العويس وخالد العقيدي أنا نشوف ياسين بونو هو البارس هو الأبوز في هذه التشكيلة إذن ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال السعودي والمنتخب المغربي والمتأهل إلى دور ربع نهاية ربع نهاية من الكاس العالم نشوف أيضا قلوب الدفاع والخيارات المتاحة علي لبليهي العمري لابورتي حسان التنبكتي كوليبالي وإيبانيز لابورتي لابورتي نعم وكولوبالي السنغالي كوليبالي إذن الأسباني لابورتي والسنغالي كوليبالي اعتمد على الخبرة والأسماء اعتمد على الكرات العرضية يكونون موجودين الكرات الثابتة كولوبالي يتميز بالسرعة صحيح أيضا قيادة الفريق واللعب السهل السهل الممتنة صحيح الظهير الأيمن والخيارات المتاحة في هذا المركز للكبتن حمدان العجمي نتكلم عن الهوساوي علي المجرشي مدلة لعليان سلطان الغنام محمد البريك وسعود عبد الحميد طبعا سلطان الغنام سلطان مميز نعم مميز نعم مميز وصانع أهداف يعني يمكن ثلاثة أو أربع أهداف يعني الظهير سيكون أدواره هجومية أكثر أكثر نعم ويوازنها يعني ما يروح على طول نعم يعرف متى يروح متى يغطل نعم الظهير الأيسر والخيارات المتاحة في هذا المركز نتكلم عن كونن بامسعود الصبياني أليكس تليس ياسر الشهراني وعبد الله الخطيب ياسر الشهراني إذن لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي وياسر ينطبغ عليه الكلام اللي قلناه عن القنية نعم نفس الطريقة الموازنة ما بين الهجوم والدفاع ويملك لياقة يعني ما شاء الله وتحسب لأيضا العودة من الإصابة يعني الريكوفري كان عنده سريع تطور يمكن الأساليب العلاج والتأهيل قللت الفترة هذه نتكلم أيضا عن المحور الدفاعي والخيارات المتاحة في هذا المركز الأرجنتيني بانيقا روبين نيفيز كيسي كانتي بروزوفيتش محمد كنو فوفانا وفا بنهو بروزوفيتش بروزوفيتش الكرواتي لاعب نادي النصر ويعني الأسماء هذه أيضا هناك أسماء ثقيلة ولكن تعتمد على الأداء على الأداء وعلى الاستحوال ومن نوعيات اللي ياخذ الكرة ويستحوال نعم بما أن الآن قفلنا الجانب الدفاعي كابتن حمد دعنا نطلع فاصل قصير ومن ثم نرجع نكمل الجانب الهجومي والله يعينك على الاختيارات وتصعب عليك ترى الاختيارات إن شاء الله إن شاء الله عزائي المشاهدين دعنا نطلع فاصل قصير ومن ثم العودة مجددا مع الكابتن حمدان عفوا العجمي لاختيار الجانب الهجومي في هذه التشكيلة المثالية عودة مزددة معاكم أعزائي المشاهدين وكابتن حمد العجمي لاعب نادي خيطان السابق ولاعب الجيل الذهبي لنادي خيطان يمكن يسألون يمكن أن يكون فيه جيل ذهبي لنادي خيطان كابتن حمدان هذا الجيل الذي وصل إلى المباراة النهائية نعم وكان العربي فيه عنفوانه وقدرتوا تحرجونهم في هذه المباراة نعم وصلنا في موسم 95-96 نهاي كاسوي للأهد وكان نتمنى نحن نحقق بطوله للنادي لكن كان العربي فيه أحسن مستوياته صحيح وأيضا صعود المنصة يحسب في هذه الفترة الجانب الهجومي أوصلنا إلى العلعاب أو اللاعب رقم ثمانية نتكلم عن بوديبوز رومارينهو أوتافيو كورنادو ميلينكوفيش أو سافيش والكاميروني مالكم رومارينهو 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 رغم الأسماء اللي في نادي الاتحاد لكن تميز هذا البرازيلي في بداية الموسم قالوا هذا اللاعب احتمال ما يكمل مع الاتحاد كان الموسم اللي خذ الاتحاد فيه البطولة صحيح هو نجم الفريق نجم الفريق وكان هو اللي خلص مباريات الصعب نعم لكن وجود الأسماء الكبيرة أو النجوم اللي بدأوا يسمونها الفئة ألف قالوا أن رومارينهو صعب تكون لا فرصة لكن لاعب زين يفرض نفسه بالضبط بالتأكيد رومارينهو أيضا راح يكون هو اللاعب اللي يربط ما بين الهجوم والدفاع تبي تختار من هذه التشكيلة ولا تشوف لاعبين الأطراف يمكن تغيير مالكم مالكم الكاميروني إذن رومارينهو هو مالكم الكاميروني في الجانب الهجومي الأطراف ويا كثر الأطراف في الدولة السعودي صحبا نعم سالم الدوسري تاليسكا ميشايل نيمار عبد الرحمن غريب ماكسيمين رياض محرز وساديو ماني شوف مع التنهي لهذه دعنا نتمنع شوش أنت شلي تبيه من الأطراف السرعة السرعة يكون دائما لاتجاه للقود عندك سالم الدوسري ما أخذ أفضل لاعب في آسيا أفضل لاعب في آسيا مستاهر يكون في التشكيلة هذا أول خيار راح يكون على اليسار على اليسار على اليسار والثانية والله تاليسكا المبريات اللي طافت كان مؤثر مع هذه النصر خاصة المبرة الأخيرة هذه نعم ما ينطبق على رومارين هو ينطبق على تاليسكا رغم وجود الأسماء تمييز هؤلاء اللاعبين يبقى في كواليتي لللاعب وقلت كابتن حمدان كيف يفرض نفسه رأس الحربة يعينك على الاختيار لأن الخيارات صحة لا يحتاج رأس الحربة نشوف الخيارات تختار على الاسم أو على الأداء على الأداء نشوف رأس الحربة والخيارات المتاحة لكابتن حمدان العجمي كريم بن زيمة متروفيتش كريستيانو رونالدو ديمبلي عبد الرزاق حمد الله وفر منه الدون كريستيانو رونالدو وما يقدم كريستيانو على الرغم من تمييز عفوا متروفيتش كريم بن زيمة ولا لا الحين لا كريم لا الحين التوليفة اللي في الاتحاد لا الحين ما خدمت يمكن وضع الفريق أيضا نعم وضع الفريق كابتن حمدانو المركز السادس لا يليق بفريق بحجم يعني أنت بطل الدوري بطل الدوري نعم واليوم في المركز السادس كريستيانو رونالدو واللي لا زال فريقه ما أخذ الصدارة الصدارة هذا الثاني هذي دافنينها للأداء هذا بيني وبين المعد اليوم كابتن حمدان نشوف هذه التشكيلة لو قلت لك كمدرب لك لاعبين في الاحتياط منه راح يكون خيارك حسب ذاكرتك من الأسماء اللي مرت علينا لو خيارتك كانتي الفرنسي الفرنسي ولاعب الهلال الهلال متروفيتش أسألك عن كانتي وعن متروفيتش كانتي من رجع من الإصابة ما هو كانتي اللي نعرفه لكن تبقى لمسات كانتي يعني لكن متروفيتش وما يقدم هذا اللاعب نعم كانتي كنص متأخر يمتلق اللياقة صح يفتك الكور المبارة الأخيرة أشوفها بنادر اتحاده الوحيد الذي كان يساند الدفاع ويقطع كورة متروفيتش هذا ما شاء الله مكينة أهداف ضب ضبط اللاعب اللي لا يشبع من الأهداف نعم كانتي في فترة من الفترات تكلم عني خسي مورينيو لما كان في أحد المباريات وكانت في تشلسي قال تلعب أمام تشلسي أنت تلعب أمام 12 لعب صح على عزة الآن هو جاينا بنص ممكن يرجع إن شاء الله على المستوى اللياق اللي عنده إن شاء الله أنه بيشي أنا استمتعت معك تبت الحمدان وأنت مطالب أنك تفكر في الأمور الفنية لأنك والله قمعتني في التشكيلة أنا العادة أحب أن تناجر مع الضوف بس ما أعطيتني مجال اليوم الله يجعك خير واشكركم على الاستضافة والله يوفيكم إن شاء الله شكرا لك استمتعت معك في هذه الحلقة والشكر الموصول أيضا لأستاذة المشاهدين الكرام على حسن المتابعة أترككم برعاية لا أعلم اللغاء فيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج سكورشيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة